بعد انتظار وترقب كبيرين قال الرئيس الفرنسي فرنس وهولوند علانية تنوى أعلن عدم ترشحه للانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة والمقرارة عام 2017 الرئيس الفرنسي وفي كلمة تلفزيونية قال بأنه توصل إلى قراره بعد الأخذ بعين الاعتبار المصلحة العليا للبلاد والحاجة إلى توحيد فرنسا في شارة منه لانشقاق الأحزاب السياسية واختلافاتها الصارخة والتي جعلت مادة دسمة للأعلام حيث انتقد انشقاق اليسار في مواجهة المحافظة واليمين المتطرف في انتخابات الربيع المقبلة هولندا الذي انتخب عام 2012 بعد إطاحته بنيكولاس ساركوزي بات الرئيس الأول الذي يرفض الترشح لولاية ثانية منذ العام 58-900-1000 حيث تشير تحليلات أن هولندا خسر شعبيته وتخذ قراره تحت الضغط الذي خلفته سياساته الفاشلة حيث أقر بالأخطاء التي ارتكبها مثل اقتراح نزع الجنسية عن الفرنسيين من وصول أجنبية وكذلك خوضه لحروب كثيرة في مالي وإفريقيا الوسطى والعراق كما عرفت فرنسا أعنف هجمات إرهابية في ولايته لتنتهي هذه الفترة بفوضة سياسية واجتماعية كبيرة وتراجع للنفوذ الفرنسي في العالم خطوة هولندا ستترك عملية اختيار المرشح الاشتراكي لرئاسيات الفرنسية غير محسومة خاصة وأن تأخره في الإعلان عن عدم ترشحه سيمنع العديد من الأسماء من الترشح غير أن متابعين يجدون بأن المستفيد الأكبر من انسحاب هولندا هو رئيس حكومته الحالي فالس الذي بات ترشحه قاب قوسين وادنى وهو الذي لم يستبعد من قبل ترشحه إلا أن مراقبين آخرين يجدون في انقسامات والصراعات التي يشهدها حزب اليسار سيستفيد منها اليمين الذي فصل في مرشحه الرسمي لرئاسة فرنسا فرنسوا فيان وبين الرأيين تبقى إرادة الشعب فوق كل تحليل وتأويلات